السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود حسن من فريق اول حاجة طبعا انا هاكون معكو في شرح مادة الديناميكس بجانب التيم اللي معي باذن الله تعالى عايزين نصل لأقصى درجة من درجات الاستيعاب ومن الفهم في هذه المادة خصوصا لها مادة لذيذة جدا 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 نبدأ ايا في بداية الامر احب بس اهني كل واحد واقول الف مبروك طبعا النتيجة لسه طبعا الف الف مبروك لكل واحد ادر تاعب وادر يحقق نتائج كويسة جدا وحتى اللي مقدرش يجيب النتيجة اللي هي اه عجباء او اللي هو عايزها احب اقوله اه انك لسه عندك فرصة كبيرة جدا 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 انك تعود التيرمي التاني اه بشكل رهيب اه بصراحة يعني التيرمي التاني من الف وخمسين درجة فلو شدت حيلك شوية التيرمي التاني ان شاء الله هتحقق اللي انت عايزه وحتى اللي جايب درجات كويسة وعايز يعدل اه ويحسن من وضعه فحقيقة الامر سهل جدا 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 انك تعود فيه فان شاء الله احنا معاكم في ظهركوا اي اسئلة تقولوها احنا معاكم هنوضح نوضحها ان شاء الله دي اول حاجة كنت حابب اتكلم فيها فممروك طبعا لكل واحد فيكو نجح وادر يجيب الدرجة اللي هو عايزها ومحد الشيء اصخالص او اي حد يحبط من اي درجة مش كويسة هو جابه تاني حاجة احنا بنتكلم عندنا في كورس الدايناميكس طبعا انتو عارفين ان الامتحان الفاينل بيبقى عبارة عن دايناميكس اند استاتيكس نص دايناميكس ونص استاتيكس المادة كلها من تلتمية درجة دكتور راشا بتعتمد على الامتحان بتاعها امثلة محلولة بالنص من الكتاب فاحنا لو فهمنا الاسئلة المحلولة بتاعتنا سهل جدا 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 ان حضراتكم تعوضوا وتجيبوا مجموعة وتجيبوا مجموعة كويس جدا جدا كمان دي اول حاجة تاني حاجة احنا هي بيتحب تجيب اثباتات فاي اثبات انا هقوله او اي اثبات انا اقول عليه ان هو اثباته موجود فاياريت تهتموا بيه جدا 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 دي بالنسبة الى اثباتات وبالنسبة الى المادة عموما بتاعها بيبقى لطيف خالص كله من اسئلة الكتاب سهل جدا 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 تحصل اسئلة الكتاب ما بقولش تتحفظ بالعكس ان دي ديناميكا سنوية عامة سهل جدا 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 انها تتحفظ وما عنديش اي مانة اه يا دوبك بتشوف لو هتشوف الفيديو بتاعنا اه واتطبق كم سؤال ويبقى كده انت ممكن تكمان اضمن لك اضمن لك الامتياز كمان فدي ان شاء الله اه المادة بتاعتنا اللي احنا نتكلم فيها اه طبعا هو في فيديو نازل للبارت التاني بتاعت شابتر ده اتمنى ان تشوفوا البارت ده وبعد كده تبتدي تشوفوا البارت التاني تمام والاتنين بيكملوا بعض ازا كان انا او يسري فاحنا في الاتنين ان شاء الله في المادة هنكون اه يعني هنلم بالفرع كامل ان شاء الله اه اسف جدا على الاطالة اه في المقدمة بس كان الكلمتين لازم نقوله نبتدي على بركة الله اه اه اتشابتر بتاعنا اه اه اتشابتر بتاعنا بيتكلم تشابتر وان بيتكلم عن الحركة على طول خط مستقيم او الحركة على خط مستقيم تمام طبعا لو بتكلم طبعا في ناس كتير جدا 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 بتعاني من موضوع العربي اه بالنسبة للمدارس اللغات كانوا بيعانوا جدا 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 من موضوع العربي وانا حقيقة مدارس لغات تمام فتعبتي جدا من بدل يعني ترجمت معظم الحاجات وقدرت يعني قلم شوية بمفاهيم العربي فان شاء الله احنا هحاول اتكلم يعني ما بين العربي والانجليزي عشان برضو الناس بتوع اللغات ما يعني ما تبقاش المادة صعبة عليهم وبردو بتوع العربي يفهموها بكل يسر و بكل بساطة فهحاول اعمل مسج ما بين الاتنين بنتكلم على الحركة على خط مستقيم انا عشان اعرف الحركة على خط مستقيم لازم اعرف تلت حاجات لازم اعرف تلت حاجات لو انا بتكلم عن الاس بتاعتي او ان هي اكس كدسبلسمنت او بكلم عن فيلوسيتي بتكلم عن اكسلوريشن بتكلم عن فيلوسيتي بتكلم عن اكسلوريشن اوكي فقادي لو انت بتتكلم ان الان موضع فان الاكس دي الازاحة بتاعت حضرتك طب الفلوسيتي قال لي طب ما هي الفلوسيتي اصلا تمام الفلوسيتي اصلا اللي هي السرعة دي اكس باي دي تي او دي اس باي دي تي تمام طب الاكسلوريشن احنا عارفين على طول طبعا من الديفرينشيشن ان او من يعني مادة التفاضل انها عبارة عن دي في باي دي تي دي اه مفهوم ده مفهوم تمام وطبعا الاكس انا عرفت لو عرفت اكس وعرفت في وعرفت اكسلوريشن كده انا تلميت بكل حاجة في ده مبدائيا دي كانت اول نقطة زي ما اتكلمت ان انا لو عرفت اكس وعرفت في وعرفت ايه اكسلوريشن لو انا ماشي لو ماشي كده بمنطق من اكسل في ل ايه فانا همشي من اكسل في او من في ل ايه فانا هعمل عملية تفاضل لو حضرتك فضلت من اكسل في لو حضرتك فضلت اكسل تطلع لك في ولو فضلت في تطلع لك ايه بس هو بيحب قوي يروح جاب لك الاكسلوريشن هو بيحب جدا يروح جيب لك وترجع للفلوسيتي ويروح جيب لك وترجع له ففي هذه الحالة يا شباب انا اقدر اعمل عملية تكامل لو حضرتك اتكلمت وقلت ان احنا طبعا احنا هنشتغل كل ده عن هتيجي فيها اربع حالات الاربع حلبته على تمام لو لو جت في صورة ازاي واحدة واحدة كده خلص لو جت في صورة تمام ولو جت في صورة او جت في صورة يعني ايه يعني يجب لك يقول لك بطايم ويجب لك يقول لك لفلوسيتي او لديستنس اول لما شوف لطايم على طول انا هعوب بالدي في باي دي تي واول لما شوف بالنسبة للديستنس فانا هعوب بدي في باي دي اكس وانا شوف انا ممكن اعوب بيها بحاجتين او دي في باي دي تي ما عنديش اي ايه يا عم كل العال كده? هقول لك دلوقتي. دول عموما الاربع حالات بتوانا? تمام? لو انت عندك اكسلريشن. تمام? يبقى دي في باي دي تي. ولو دي اكس. او لو جات في ديستنس. لو العجلة جات في اه او دلة في مسافة فهي عبارة عن دي اه دي باي دي اكس. ولو جات تايم فهي دي في باي دي تي. انما لو جات للاكسلريشن كونستنت. يا راشة انت عندك تلق قوانين حركة. في اكوال في نود بلاس اي تي. في سكوير اكوال في نود سكوير بلاس تو اي اكس. اكس اكوال في نود تي بلاس هالف اي تي سكوير. اوكي? ده الاربع حالات اللي احنا نشتغل عليه. انا همسك وان شاء الله يسري كده كده الفيديو نزل. هيمسك معاكم ان هو الحالات اي ما بتيجي ايه كونستنت. يجيب لك عبارة عن كونستنت. جميل? طيب. في ورقة كده. مهمة شوي. دول شوية كوانين. دول شوية ايه كوانين. او دول شوية ملاحظات انا يعني اتخدو من اتشابتر. اول حاجة يقول لك. يعني ايه? يعني تتناسب العجلة مع الزمن. لو العجلة تناسبت مع الزمن. اي حاجة تناسبت مع اي حاجة. فبتقول لي ان الحاجة بتسوي الحاجة دي. يعني تناسبت مع الزمن. العجلة تناسبت مع الزمن. بس لهم تحطي سبب من عندك واللي يكون اسمه. العجلة تناسبت عكسيا مع المسافة. لو برضو كده. فبتقول لي ان العجلة بتساوي واحد على الطايم مسلا احنا رو شغالين اه مع مسافة فتبقى اكس تمام واحد على اكس وبرضه نحط سبب من عندنا وليكن نسميه كي العجلة تتناسب عكسيا مع يعني تتناسب العجلة عكسيا مع مربع السرعة لو تناسب مع مربع السرعة عكسيا ادي مربع السرعة ولكن لازم برضه يكون في ايه كي اكي عظيم لو عندي لو عندي ادي كده وادي او تمام وهدي نكمل لو انا عندي نقطة النقطة دي مشي على لو مشي بعيدة عن ال او لو مشي بعيدة عن ال او بتأثر عليها بواسطين تمام ايه لو بتأثر عليها اسف بفورس لو بتأثر عليها بفورس وبعدت عن ال او فالفورس دي لازم تكون حضرتك ليه اصلها بتبعد عن ال او بتبعد عن بتبعد يعني دي فورس طاردة بدل تكون فورس طاردة فانا كده ايه تمام جدا طب لو حررت مسكت نفس بوينت دي وروح تجايبها كده. ورايح ناحية اتجاه الاو. فدي اه الفي بتاعتها بالنجاتيب. فورس جازبة. فورس جازبة. لو انا عندي نقطة او جسم. بيتأثر عليه الوزن بتاعه. الويد بتاعه. وهو الجسم ينزل لتحت. فبدل الجسم ينزل لتحت. فالريزيستن بتاعته عكسه. عكس المقاومة يعني. واحنا عارفين ان بتاع الفورس هو عبارة عن مجموع القوة هو الكتلة في العجلة. تمام? طيب لو احنا قلنا ان مجموع القوة بتاعت حررتك. مجموع القوة هو عبارة ان ايه? الجسم ينزل لتحت. لو الجسم حضرتك نزل لتحت. يبقى عكس اتجاه الاسم تبقى ماينس ار. دي كده حاجة. طب لو حضرتك عندك الجسم. كده هو. وهو طالع لفوق واتجاه بتاع حضرته لفوق. تمام? يبقى الريزيستنس. لتحت. وتصبح ان تمام? هو طالع لفوق عكس الام جي وعكس الار تبقى النيجاتيف ام جي ماينس ار. كي? هي دي النقطة اللي انا بتكلم عليها. دول تلات حاجات هيساعدوني في جزء المسائل اللي انا بحلي فيه اطلاقا. اه طبعا الورق ده زي ما احنا متفقين بيبقى بتاع الفيديو. تمام? نبتدي كده نبص على شوية امثل. طبعا اول حاجة زي ما احتفقنا ان احنا عندنا اربع حاجات في زمن. العجلة دلة في زمن. العجلة دلة في مسافة. والعجلة دلة في سرعة. جميل. العجلة دلة في زمن. ده بتاعها. ده الاسبات بتاعها. لو انا عندي العجلة دلة في زمن. واحنا متفقين ان العجلة هي دي اقدر اعوض ويعمل تكامل ويجيب بقى عندك سي واحد. تمام? عشان وطبعا بتكامل لفصل المتغيرات عادي جدا. وهكي بيتعين المسافة بتاعت حضرتك. بتكامل تاني مرة وتفصل المتغيرات بقى عندك سي واحد وعندك ايه? سي اتنين. تمام? البروف ده موجود طبعا في الكتاب. وموجود برضو في الورقة هتلاقوه. وهو بيبقى زي ما هو يعني لو الدكتورة جابيته بيبقى زي ما هو مفوش اي لعب لان هو باثبات. اثبات ان اه ازاي هو اثباتها هو بيثبتها بالطريقة دي. تمام? هي بسيطة جدا 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 زي ما انتم شايفين. ادي في الزمن. تمام? واحنا متفقين ان دي في بادي تين. يا باشا كامل. واحنا عارفين من ما برجع للفلوسي بكامل. وبالفلوسي ما برجع للدستنس. حضرتك بكامل لتاني مرة. نشوف اسئلة. اول سؤال. في صفحة رقم ستة. مساء الرقم واحد. اه برضو ياريت هاني تفتحوا الكتاب معايا ووردو احنا بنحل مبع. لو انا عندي جسم اسمه تحرك من تحرك من السبات. ومديك ده اللي في زمن زي ما احنا متفقين اهي. يبقى احنا نحط انا بحب مش احفظ. احنا بنشتغل زي ما هو عايز. دي في باي في الدلة التانية. التي في الثواني والاكس في الميتر. بيقول لك يا باشا اثبت ان بي بتمشي بسرعة مقدارها اتنين ونص ميتر بير سكند عند التيب خمسة. وباحداشر ميتر عند التيب عشرة. والتاني مطلب بيقول لها حركة. وجيت لي بعد ما بيعدي تين سكند بيسوي الكلام الجميل ده جدا جدا جدا. يا باشا طب نحل كده اول سؤال عندي. تعالا نحل. ادي هي عبارة عن تي لما تكون زيرو اقل من تي والايه والخمسة. وبرضو بتساوي تي على الخمسة بلاس عشر على تي سكوير لما تكون تي جميل. قبل اي شي هو عايز اول مطلب عنده عايز الجسم حضرتك اثبت ان الجسم حضرتك بيتحرك بسرعة اتنين ونص اما تكون تي بخمسة. خين اما تكون تي بخمسة? اهي اما تكون تي بخمسة. طيب منا مبدئيا لا يعني انا هشتغل على ايه? قلي هات الاول. اول لما تجي لي اي مسائل من دي. بحدد تلات حاجات. الشروط الابتدائية وهو عايز ايه? وانا هستخدم ايه? اول حاجة الشروط الابتدائية هو بيقول لي نقط حرك من يعني كانت ال في نوت بزيرو كانت تايم بزيرو كان الاكس بزيرو. صح ولا انا غلطان? صح. هو عايز ايه? احنا هنستخدم ايه? احنا طبعا دي هنرجعها لفلوسيتي لان هو عايز اول ما اطلب ايه? جميل. اول حاجة خالص بتبسك ايه عشان ترجعها الفلوسيتي. تمام? عشان ترجعها الفلوسيتي. هو بيقول لك البي متحركة من عشان احق طبعا وجيب السي عشان انا ديوقتي هيبقى عندي سي مجهولة اما يعمل تكامل. عشان احقق واجيب السي لازم يكون عندي شروط ابتدائية. طب مما يكون عندي شروط ابتدائية وهو بيقول يتحركت من. فين اي معادلة من دول تنطبق عليها قول انها تحركت من. اتحركت من يا فندم ايه? يبقى في المعادلة دي. جميل. طب يبقاش اشتغل. يبقى احنا متفقين انها دي في باي دي تي. تي اوفر كام فايف. ودي دي تي يبقى عندك دي في اكوال تي اوفر فايف دي تي. اعمل اعمل تكامل. يبقى دي اصبحت زود عالباور واحد وقس مع باور الجديد. يعني لو تي هزود عليها واحد تبقى تي سكوير وقس مع باور الجديد تبقى عشرة. والدي تي خلاص. بلاس اي بلاس واحد. بلاس سي واحد. عزيم. مش دي المعادلة اللي تنطبق عليها الشروط الابتدائية. ايوة هي دي معادلة اللي تنطبق عليها الشروط الابتدائية صح. انت ما غلقتش. بترويه تمام جدا جدا جدا. لو دي المعادلة اللي بتنطبق عليها الشروط الابتدائية. انا شغال علي. لو انا هحط في زيرو. عند ال في بزيرو. وعندي بزيرو. يبقى واحد بكام بزيرو. يبقى انا وجدت ال بلاس طبعا كام? بلس زيرو. ودي اه 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 زيرو سمولر تي سمولر فايف. امسك المعادلة التاني. الاكسليريشن بتاعت حضرويتك. بتي ايك اوفر فايف. بلس تين اوفر تي سكوير. امسك المعادلة التاني. هي دي اصلا اننا مرفوضة اشتغل عليها. تمام? عشان اجيب الفلوسيا ما يكون عندها باا التين ايكوال او تي اكوالتين. اعمل ايه? انا مرفوض اعمل خلاص. هي هي هتبقى مقابل ان انا اعمل او طبعا دي في يعني. مقابل ان انا اعمل دي في بلس اكامل الجزئية دي. واقعها تنسى دي تي. يبقى الفي بتساوي. الفي بتساوي. زود عباور واحد وقسم عباور الجديد. عظيم. تين بلس. هنا انا هزود عباور واحد طبعا. دي يا باشا. عشان تكملها صح هتبقى اسمها تين. تمام? يعني دي اما انت بتنزلها تحت بتطلع بالنيجاتف يا فانت. اه صح انها بالنيجاتف انا موتش اي حاجة. طب بالنيجاتف فما اجيزود عليه باور واحد يبقى نيجاتف ون. اقسم عباور الجديد تبقى ايه? نيجاتف. فهتبقى نيجاتف. تمام? تين اوور تي بلاس سي تو. بلاس ايه? سي تو. عظيم. دي كانت تانية واحدة. طبعا جميل جدا. انا هنفع شروط الابتدائية دي اه الشروط الابتدائية دي اما كانت انا بشتغل دلوقتي ان اكبر اصلا من الخمسة. قال لي بس انت عندك شرط مهم جدا جدا جدا. من شروط الاتصال من شروط اتصال اي دلة ان الجزء الايما بيسوي الجزء الايصر. اللي فوق هيسوي لتحت. عند التي اكوال خمسة. يعني انا مفروض انا ما اجي عود عند الطايم بخمسة الاتنين يسوي بعض. طي. لو انا دي كده نمبر ون. تمام? ودي نمبر اعوض اما يكون الاتنين بخمسة. يعني مفروض ان تي اوبر تن اكوال تي اوبر تن. ماينس تين اوبر تي. بلس سي اتنين. ات عنده. اتي اكوال خمسة. اما تكون تي اكوال كام يا فندم. اما تكون تي اكوال فايف. اما تكون تي اكوال فايف. اما اجي اعوض. تمام? اعوض طبعا مش اقلب هتطلع ان السي اتنين برقم باتنين. تمام? اعوض هنا خمسة وعشرين على عشرة ايكوال خمسة وعشرين على عشرة. نقص عشرة على خمسة فعل اتنين. طبعا دي هتروح هناك. بقى دي راحب مع دي. وعشر على خمسة فعل اتنين تبقى السي اتنين باتنين. جميل? تبقى السي اتنين بكام يا فندم? باتنين. عظيم جدا 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 جدا. اصبحت عندي ان الفلوسطي تي سكوير اوبر تن. مينس تين اوبر تي. بلاس تو. وهي دي. اما كانت عندي تي غريتر زين او ايكول فايف. اوكي. عظيم. اه هو عايز يتأكد ان بي بتمشي بسرعة قدرها اتنين ونصف. اما تي اقوال فايف. اقوض عندي تي اقوال فايف بقى انا عوض في الدلة دي. خمسة وعشرين على عشرة. عشرة على الخمسة بلاس اتنين. طبعا هلاقيها بتحقق لي المعادلة بتاعتي. تمام? اللي هي هتطلع اتنين ونص. طب اما يكون بتسوي عشرة. اما يكون اتيب عشرة لان ده مطلب التاني. اثبت اما يكون اتيب عشرة هتسوي احداشر. طب ما يتيب عشرة برضو هوت فين هوت في الدلة دي. عشرة يعني مية على عشرة صفرة طرمعة صفر. عشرة على عشرة واحد. ودي عشرة يبقى تسعة. تسعة زائد اتنين اقوال حداشر ميتر بير سكت. ناقص مطلب كمان. المطلب كمان هو عايز بتساوي رقم وليكن هو ايه. تمام? الرقم اللي هو وليكن هو ايه. برضو لازم هعمل نفس الكلام. اجيب الاكس. ات من زيرو اقل من التين اقل من الفايف. الاولانية كانت طلعت بتي سكوير اوبر تاني. انا مفروض اعمل كمان مرة. تمام? ايه هتبقى اكس. زود على الباور واحد تبقى تي اوفر سيري على الباور الجديد. هتبقى اوفر سيرتي بلاص مسلا احنا خلاص استهلكنا السيهات نوصل للكيهات. للكي. اوكي? تي اوفر سيرتي بلاص كي. تمام? عزين جدا. اما اجي اشتغل هعمل ايه? الشروط الابتدائية اكس اكوال زيرو طايم اكوال زيرو. اما اجي اعوض يبقى اكوال زيرو كمان. يبقى انا عندي الاكس اكوال تي باور سيري اوفر سيرتي. دي نمبر وان. هعمل نفس الحركة ايه التي زيرو تي خمسة. هعمل حركة كمان. تي سكوير اوفر تين مينس تين اوفر تين بلاس تو. هعمل تمام? ما هي هي. باخد الفيلوستيو اعمل لها كمان مرة. يبقى الاكس. زود عبار واحدة اسمها بور الجديد. هنا هتبقى لن عشرة لن لو خدت النزلت العشرة تحت. ودي تي. طب ازاي? ما هو قص انت لو قلتني نيجا تفع عشرة واحد على تي. ده ترفض بتاعه فوق اللي هو بواحد. تمام? يبقى على طول دي لن. لن تي بلاس اتنين تي بلاس كي تو خمسة. من شرط اتصال الدلل الجزء الايمن يساوي الجزء الايصر عند تي اكوال فايف. يبقى تي. تي. اوفر سيرتي اكوال. تي. اوفر سيرتي. مينس تن لن تي. بلاس تو. تي بلاس كي. ماشي. عظيم. لو خمسة. بور سري. لو انت عندك كده خمسة بور سري بوان هاندرد توني فاي. اوفر سيرتي. 125 over 30 10 لن 5 plus 10 plus k2 دا هيروح مع دا يبقى k2 هتساوي 10 تمام k2 هتساوي 10 لن 5 10 لن 5 minus 10 10 لن 5 minus 10 دا الك 2 يبقى x t power 3 over 30 minus 10 لن t ماشي plus 2t plus 10 لن 5 minus 10 هو عايز المطلب بتاعه يقول لحرارة كما يكون t equal 10 اما تكون t equal 10 عايز يعرف x بk هتساوي رقم غريب كده ولا لا عظيم بص يا سيدي ال x اما يكون 10 اما يكوني tip 10 اوكي لو حضرتك قلتلي 10 to the power 3 يبقى 1000 1000 over 30 يبقى 100 over 100 over 3 اوكي 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 minus minus 10 لن 10 plus 20 plus 10 لن 5 minus 10 minus 10 10 تعالى كده نزبط ايه اللي محتاج اه تصبيت دي لوحدها 20 و 100 على 13 لو انت جيت عملتهم على الالة الحزبة 100 على 3 ناقص ناقص 10 زائد 20 تطلع 130 30 على 3 تطلع 130 على 3 minus ايه رأيك نفك لن 10 دي لجزئين 10 تمام لن 2 زائد لن 5 من قوانين اللن ان هم لو مجموعين كده يبقى نضرب الرقم ايه انا الرقم مضروب رح تفكته لتنين في 5 مش العشرة هي 2 في 5 اه يا عم هي 2 في 5 هلس نفكه ماشي plus 10 لن 5 لما اجي لو انت قلتلي هي 130 على 3 ناقص 10 لن 2 minus 10 لن 5 plus 10 لن 5 ايه رأيك تودي دي معدي هيبقى لك ان ال x بتساوي الجزئية دي بس x equal 130 ناقص 10 للن 2 وهو ده المطلب الاساسي بتاع دي كانت اول مسألة معنا عظيم جدا 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 نحاول عشان بتاعنا ناخد المسألة التانية على طول لو انا عندي بي بتاع حضرتك بحيث ان المسألة اما تكون الاميجا دي والبادي ماشي من الريست تمام ات واجد لي ثم وجد لي المسألة يا شباب موجود مثال رقم اتنين في صفحة رقم عشرة في الكتاب طب ما تيجي نحل يا بشا تعال يا فاندي نحل نحن نخف تعال نحل قبل اي شيء احنا بنحدد هو عايز ايه هو مديني في يبقى خلاص انا هستخدم القانون بتاع دي باي دي حدد لي بس انت الانشيال بتاعتي الشروط الابتدائية بيقول لك البادي ده ماشي من السكون جاي من الرست الرست يعني الريست يعني الرست يعني الطايم بزيرو اه الرست يعني الاكس بزيرو اه بس هو قال لي هنا ان الاكس هتكون عند بعد واحد متر يعني الاكس اكوال واحد متر دي باي دي تي بتساوي ساين اوميجا تي لو انا خدت تكامل هقول لحضرتك ان هنا اكوال الناحية التانية تمام دي طبعا هقسم عليها تبقى واحد على اوميجا كوزين اوميجا تي بلسي واحد ايه عمل انت عملتو ده يا باشا ما اقسل بتاعها النيجاتف كوزين اي دي النيجاتف ولازم هقسم على الاميجا تمام ادي اسمت على الاميجا عشان تكون موجود بانيجاتف واحد على الاميجا كوزين اوميجا تي بلسي واحد انت لو جيت عملت تفاضل تاني هتليها صح عظيم جميل جدا 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 ممتاز طيب ماستوهمت ديني الشروط الابتدائية في اميجات الشروط الابتدائية دي الاميجا الاميجا اميجا اميجا بصفر ماشي كوزين اوميجا تي مش بتساوي واحد اما تكون التي اكوالز صفر هتبقى بواحد اه هتبقى بواحد اهي لو انت عملت كوزين صفر يطلع بواحد خلاص اما انا هجي حطي هنا بصفر والاميجا اصلا ثابت في صفر في ثابت ايما يكون الثابت بصفر يبقى هتساوي ان السي واحد اكوال واحد على اوميجا اذا اول معادلة معايا ان نيجاتف واحد على اوميجا كوزين اوميجا تي بلس واحد على اوميجا طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ان الفلوسيتي واخد واحد على اوميجا عامل مشترك يبقى كوزين اوميجا تي ماشي واحد ناقص كوزين اوميجا تي واحد ناقص كوزين اوميجا تي عشان اجيب الاكس هعمل كم مرة يعني لو هاخد لناحيتين هقول اني اني هي عبارة عن دي اكس باي دي تي. وانتجريشن خلي الواحد على الاميجا برا. واحد نقص كوزاين اوميجا تي. ودي الدلتاتين نحية تانية. فتبقى دي اكس. دي اكس. واحد على اوميجا. واحد نقص كوزاين اوميجا تي. بالنسبة لايه? الدي تي. عظيم. الدي اكس هترجع لاصلها اللي هو الاكس. واحدة اوميجا زي ما هي? الواحدة هتبقى تي. عشان بين كامل لدي تي. فهتبقى تي. مينس الكوزاين ترجع لاصلها الحقيقي فتبقى ساين. وهقسم على اوميجا تاني. تمام? هقسم على اوميجا تاني فتبقى واحدة على اوميجا. ساين اوميجا تي. ايه رأيك? ارجع ادخل الواحدة الاميجا تاني. واحدة الاميجا في تي بي تي على اوميجا. واحدة اوميجا في واحد اوميجا في واحد اوميجا سكوير ساين اوميجا تي بس سوا احنا نسينا هاجا سي تون السابت التاني مش هتت عندك الشروط الابتدائية ان كانت الفي بزيرو والتي بزيرو الاكس بواحد هاتطر استخدم بتاعة الاكس بواحد الاكس بواحد ودي بزيرو مينس واحد على اوميجا سكوير ساين اوميجا تي بلاس سيتو اوكي تصبح ايه? طبعا اما نيجي اه نعوض دي بزيرو اما نيجي نعوض بزيرو ساين زيرو بزيرو ساين زيرو بزيرو يبقى دي طارد فتبقى السيتو واحد عظيم اما السيتو واحد جميل كده اقدر اقول حركة ان الاكس اكوال تي اوفر اوميجا ماينس واحد اوميجا سكوير ساين اوميجا تي بلاس الواحد تمام? طالب مني انا كده جبت له ان هو كان لو تيجي نشوف هنا حتى في الكتاب كان طالب مني ازاحت الجسم او اول حاجة سرعة الجسم عند اي لحزة تي انا جبت له عند اي لحزة تي جبته له عيمة هي تمام? اهي. اهي. دي كده عند اي لحزة. وما يجي يقول لي الازاحة عند اي لحزة اديني جبت له عفوا. اديني جبت له الاكس عند اي لحزة. اوكي? طيب هو بقى عايز اللحزة تي. اهي ما نيجي نشوف الكتاب تاني. اللحزة التي التي يكون الجسم في حالة سكون لحزة. يعني ايه حالة سكون لحزة? انستنتينيوس ريست. حالة الانستنتينيوس ريست اللي هي حالة انها بتكون الفي بزيرو. تمام? اي عندما الفي بيكون بزيرو. همسك فين الفي يا باشا? فين الفي? ادي الفي. اللي هي واحد اوبر اوميجا واحد ماينس كوزين اوميجا تي. لو انت قلتلي ان دي ايه? ايقوال زيرو. فهتقول لي ان الزيرو ايقوال تي اوبر اوميجا واحد ماينس كوزين اوميجا تي. دي كده راحت يبقى لي ان الواحد ايقوال ايه? كوزين اوميجا تي. يا باشا احنا متفقين. كوزين. امتى تكون بواحد لو هي كوزين تسعين? بصفر. طيب كوزين مية وتمانين. اه كوزين مية وتمانين بنيجاتف واحد. تمام? لو كوزين تلتمية وستين. سوري تلتمية وستين. اه دي بواحد. يبقى انت عندك كوزين تلتمية وستين. وتلتمية وستين في اتنين. وتلتمية وستين في اتنين في اتنين. وكل مطاط تدرب الاتنين في التلتمية وستين كوزين اوميجا تي هتساوي واحد. تمام? يبقى انت عند حضرتك ان الاميجا تي هتساوي اتنين باي فعدب من الان با واحد اتنين تلاتة اربعة وليكن فتصبح التي بكام اتنين باي اتنين باي اي يعني بكام يعني هقول لحررتك انها مرة تكون اتنين باي اوفر اوميجا ومرة تكون اربعة باي اوفر اوميجا اند سوء اند سوء اند سوء اذن مسألة من مسائل الجميلة جدا 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 ناخد مسألة كمان مسألة القطر مسألة يعني هي سهلة شوية نقرها مع بعض بس عشان الوقت لو انا عندي انها قطر القطر ده ماشي من الرست تمام الطايم ماشي من الرست بسرعة ابتدائية وليكن تسعين سنتيميتر والاكسليريشن بتقل مع الوقت وبتصبح تلاتة وتلاتين ثانية بص احنا نحاول نديك هنت للمسألة هذه بردو مسألة هنا اقراها بالعربي بدأ قطار حركته من سكون بعجلة ابتدائية تسعين سنتيميتر بير سكند سكوير فاذا كانت العجلة بتتناقص بانتظام مع الزمن وتصبح صفرا بعد تلاتة وتلاتين ثانية اوجد سرعة القطر عندما تنعدم العجلة ويحسب المسافة قبل اي شيء حدد لي الشروط الابتدائية بيقول لك بتنعدم خالص تمام اما يكون بتلاتة وتلاتين ثانية تمام اما بيقول لك بتبقى زيرو اما يكون تلاتة وتلاتين ايه ثانية بيقول لك بقى ايه يا فندم بيقول لك حركة مفيدة جدا 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 تمام احنا متفقين ان هي على وحنا اه فيان الورقة بتاعت الكوانين اه هي هيجي يقول لك تتناسب دايوريكلي مع الطايم خلاص يعني هنحط انها بتتناسب مع الطايم مضروبة في اي كنسة بس بيقول لك بتتناسب بس بتتناقص يعني بتنقص فهحط ايه نيجاتف طب هي لو انا مديني يعني اكسليريشن بداية لو مديني اكسليريشن بداية خلاص يبقى تسايين ناقص الكيتي ازاي يبقى اي كوانين من كوانين الحركة ما تيجي تشتغل عليها اللي ابتدائية ناقص واحنا طبعا احنا اتفقنا ان حضرتك ادي السرعة لابتدائية و ادي ان حركة النهو بتتناسب ترجمة انهو بيتناسب للجملة دي و ادي حركة البداية ازا عشان انا اجيب الكيه ان ده اسمه ده اسمه سابت تناسب ده ده سابت التناسب ده هو ده اللي انا لازم اجيبه طب ما هو اقيل لك ان بصفرة ما تكون انت بتاته تلاتين يعني بصفرة هتساوي تسعين مينس تلاتة وتلاتين كي فتصبح الكيه بت سيرتي اوبر سنتيمتر بير اه اسف ده طبعا هنا برضو غلطة ان ده ايه كنس اوكي فتصبح الاكسليريشن بناينتي مينس سيرتي اوبر اليفنتين كده تصبح فيها مشكلة انا كده جبت الاكسليريشن ده الهي انت اصلا بتاع المسألة كل جبت الفانكشن بتاعتي خلاص اتبسك الفانكشن تحولها لفي عن طريق تسعين ناقص تلاتين على احداشر تي دلتا اه دي تي خلاص اشتغل تمام عندك شروط ابتدائية لانه كماشي من في كان بصفر والتي كان بصفر فاوجد ان السي واحد بصفر واجد ثابت التكامل الاول عمل تكامل مرة تانية عشان يجيب الاكس اكس تسعين تي ناقص اوجد الاكس وجاب كاميرو ثابت التكامل التاني هو بيقول لك انا عايز بصفر كمان ماسك اول واحدة خالص دي اما بصفر عوض فيها تلعت بألف ربعمائة خمسة وتمانين سنتيمترا برساك ودي الاكس اهي الدلة التانية بتاعتي اما الاكس بيقول لك الاكس اما اه ثانية واحدة بيقول لك ايه ويوجد صورة الكتارة عندما تنعدم عجلته يعني عندما بزيره ويحسب المسافة اللي صارها يبقى برضو عند نفس اللحظة عند بصفر بقى تلاتة وتلاتين سانية واجد ان ال اكس باتنين وتلاتين الف وستمية وسبعين سنتي يبقى كل الهنت في المسألة انك توجد دي اصلا وجدت خلاص خطوة اتنين تلاتة اعمل تكامل اعمل تكامل ووجد ثابت التكامل ووجد ثابت التكامل وشوف هو عايز عايز عاوض في القانون او عاوض في الفونكشن والدلة اللي انت وجدتها بتاعت التكامل عايز اه او عايز هتعاوض في الدلة بتاعت اللي انت جدتها بتكامل تاني مرة من حضرتك طبعا المسال ده موجود في صفحة رقم اتناشر واحنا بنحل ماهو بعد سؤال كمان او بقى مش سؤال كمان احنا بقى خلصنا اوه الجزء اللي هو بتاع في اه كانت ايه كانت في طائم تمام هناخد بقى الجزء بتاع في برضو ده البروف بتاعها عادي جدا جدا في في تمام واقدر اعوض واشتغل عادي جدا واوجد سابت التكامل الاول ثم سابت سابت التكامل ايه التاني تمام دي برضو موجودة صفحة رقم خمسة عشر بمسال اللي احنا نحل ده مثال بيقول ان بادي موفز ويز بادي موفز ويز اكسلوريشن يتحرك الجسم على خط مستقيم بعجلة ايه الفانكشن بتاعت حضرتك من دهلك في بعد سانيتين الفي كانت بتن عند بتكون اربعة وستين على التلاتة من عايز الاكس والفي والا بعد مرور تلات ثواني اخرى ايه الجمال ده سألها في غاية الجمال والروعة جيب ورقة مشان نكمل حد عادي انت لو عايز تاخد وقف في عام الفيديو وشرب لك شوية مية وتعالى تاني السؤال قبل اي شيء احنا بنتكلم ان احنا لازم احدد شروط بدائية ولازم احدد الايه الفانكشن بتاعتي الفانكشن بتاعتي هي اه في شروط الابتدائية كانت 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 باتنين كان عندها الفي بعشرة وكان عندها الاكس باربعة وستين على التلاتة صح؟ قال لي صح كده انا امسك المسألة بقى ونحلها هي مش هي هو اصله وبيديني السوان فانا مفروض ان انا اشتغل مفروض ان انا اشتغل مفروض ان انا اجيب اه 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 اجيب ال v مع ال dv صح كده تبقى طبعا ال v d bar negative half dv equal do to d t integration للناحيتين زود على بار واحد واسم على بار الجديد لو زودت على بار واحد تبقى half واسم على بار الجديد تبقى half اقسم على half تبقى اتنين v power half equal اتنين t plus ثابت ثابت تكامل الاول سي واحد اما تكون تتيب اتنين كانت الفلوستي بعشرة اه تمام طبعا اما تيجي تقول لي اتنين جزر عشرة equal اربعة بلاس سي واحد فتبقى سي واحد اتنين جزر عشرة ناقص الاربعة تبقى الفلوستي احنا فين فين اهي اتنين جزر الفلوستي اتنين بلاس اتنين روت تن مين اربعة دي كده الفنكشن الاولانية بتاعتي اتنين جزر اللي هي دي اما عملت لها ايه تكامل اخد اول حاجة اقسم على الاتنين فتبقى اقسم على الاتنين واعمل سكوير هعمل اقسم على الاتنين ودي تبقى اتنين اعمل سكوير تبقى تي بلاس تو روت تن اسمت على دي بقى اتنين اول سكوير دي واحد دي كده انا جبت الفلوستي ات اني تايم اوكي جبت الفلوستي ات اني تايم قال لي اه قلت له خلاص هبقى قول لي ان الفي بتسوي اكس بايد اتنين عشان تجيب الاكس وعا كان شوف اي تي اكوال تي بلاس اتنين جز ويت اه ماين اس تو قول ايه سكوير فانا هاخد تكامل الناحيتين اكس تمام التي زو باور واحد ويسمى باور الجديد اوكي لا زو في انا هاخد انتجريشن تي بلاس اتنين رو تن ده في وفي انتجريشن تمام في اه وهم واللي جوه بتاعه برا مش اللي جوه ده بتاعه ايه واحد اه يعني اللي جوه هو 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 بتاعه برا لانه هو واحد خلاص يبقى زود عبار واحد واسم عبار الجديد يبقى تلت تي بلاس اتنين جز عشرة ناقص اتنين الكل كام الكل تلات بلاس اتنين كانت الاكس باربعة وستين عالتلات الكل تلت اوكي في تي التي كانت باتنين يعني في اتنين زائد ايه 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 التي كانت باتنين ولا كانت التي بخمسة الثانية واحد التي كانت باتنين عشان اعين ثابت التكامل الاول تمان السي بتاعتي انا اقدر اشتغل عليها اقول اتنين جز عشرة ناقص اتنين الكل كان باور سري بلاس اتنين كده انا اقدر اجيب ان السي اتنين باربعة وستين عالتلاتة ناقص عشرة روت عشرة عالتلاتة فتبقى الاكس فتبقى الاكس عندي بتساوي كان اعوض فين الاكس تلت تي بلاس اتنين روت عشرة هي اتنين جز عشرة ولا انا عامل حاجة غلط اتنين اه 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 انا قسمت على الاتنين هنا فما بقاش في اتنين ما بقاش في اتنين ما بقاش في اتنين ناسف جدا انه انا قسمنا على الاتنين فوق ما بقاش في اتنين ما بقاش في اتنين ما بقاش في اتنين ما بقاش في اتنين تمام ما بقاش في اتنين ما ناقص اتنين بلس اربعة وستين على التلاتة ناقص عشرة روت عشرة على التلاتة هو عايز بيقولك بعد مرور خمس ثواني اخرى بعد مرور خمس ثواني اخرى وجد لي ال اكس ووجد لي اسف قالك بعد مرور ثلاث ثواني اخرى يبقى انا اجيض التى عندي خمسة لان احنا اصلا كان الاول عندنا كان اتي باثنين التيب اتنين بيقولك زود عليها تلات ثواني تانين بقى التيب خمسة امسك التيب خمسة وعوض بالفي بتطلع للفي بتاعتي تمام? هتطلع بتسعتاشر وبلس ستة ربتعشرة امسك التيب خمسة هتطلع للإكس بتاعتي وكده يبقى انا حلية المسألة بتاعتي بكل بساطة خاصة مسألة بقى يعني هي رخمة شويتين رخمة شويتين ثلاثة كتب صراحة تمام? مسألة بتقول معتمدا مسألة دي على قطرات المطر بيقولك فين المسألة ثانية واحدة جيب لك صفحتها في الكتاب بالزبط هي مثال خمسة صفحة رقم 18 هي تقريبا ارخم مسألة وهي في مسألة كمان هم دول ارخم مسألتين بيقولك ادرس حركات قطرات المطر المتساقط تمام? اعلى تحت تأثير وزنه تمام? واعتبار مكاومة الجو المحيط تتناسب مع السرعة تتناسب مع السرعة بسم الله الرحمن الرحيم ايه الكلام ده؟ يقولك عندما يتساقط سانية واحدة نجيب الورقة بتاعت عندما يتساقط عندما تساقط المطر فانه يجد مقاومة من الجو المحيط ويمكن اعتبار ان هذه المقاومة تتبع العجلة حيث تتناسب مع السرعة بكترات المياه لا اله الا الله مسألة دي تقريبا جات في ثالثة سنوي تحان ديناميكا تمام؟ والناس بتاعتبارها رخمة شويتي تعالوا نشوفها كده مع بعض لو انا عندي قطلة المياه بتتساقط تحت لها تأثير الوزن وليها طبعا مقاومة الهواء وهي بتتساقط تحت لو انت هو بيقولك ان اعتبار مقاومة الجو بتتناسب مع السرعة فانا عندي مقاومة الجو بتتناسب مع السرعة لازم احط ايه؟ اي ثابت اي ثابت تكامل او اي ثابت اسف تناسب فتقول لي مثلا سي كي اف اي حاجة فالأر بتساوي سي في سي في احنا متفقين في ورقة القوانين بتاعتنا ان الصماشن بيساوي ماس في اكسليريش فالمس في اكسليريش لو انت عندك قطلة المياه نازلة لتحت لو هي كده نازلة لتحت فواخدة مين معاها؟ الويت معاها يبقى الويت ايه؟ بوزيتف يبقى امي جي مين اللي عكسها؟ الار لو انت اتكلمت هتلاقي ان الار هو اللي عكسها فيبقى مينس ار اوكي طيب الار بتساوي سي في يبقى الامي ايه؟ ايقوى الامي جي مينس سي في اوكي طيب اسيدي اعتبر ان انا عندي ثابت اسمه كي اه السابت ده بيساوي ام على في تمام ام على في فيبقى لو انت عشان تقسمي يعنيها الارت فهتبقى اكسليريشن اقوى الامي جي ام على في تمام اوالسي هي لو انت كده اشتغلت ان انت هتقولي ان انت هتقولي ان الارت اقوى الامي جي مينس ثانية وقت ثانية وقت انا هتبر ان ان الفي دي ان السي دي هشتغل عليها ان كي وطير الامي اصلا معيها عشان اطير الامات كلها فهشتغل ان بتساوي بتساوي مينس كي دي هي دي النقطة بتاعتي هي دي النقطة بتاعتي بتاعة اك تمام دي نقطة بتاعة اك عظيم خلاص بما انك اعترفت بالنقطة دي بما انك اعترفت ان الماس في جرافيتي ماينس اه اه ام على بي اه سي اسف تمام وان احنا حولناها باعتبار ان السي هي ام على ك السي اقوال ام على ك باعتبار ان السي اقوال ام على ك تمام اه وعوضنا بيها تمام عشان تقسم على الامات بتاعة ساعتك في موجودة زي ما هي واسمنا على الامات او خذنا الامات كوم فاكتور واسمنا عليها يبقى لك ك بتاعة حضرتك تمام اما يبقى ك بتاعة ساعتك هنا الاكسلرائشن بتسوي جي ماينوس كي في اما يبقى لك الصيغة تقدر تقول لي ان دي باي دي اقوال جي ماينوس كي طيب انا مفروض ايه اشتغل اني واخد اقسم دي عليها جي ماينوس كي اقوال دي اعمل الناحيتين تمام دي عشان تبقى بتاعة موجود فوق لازم اقسم على وان كي فهقول وتبقى هتبقى دي بتاعة فوق خلاص لن جي ماينوس كي في اقوال تي تمام اقوال تي وايه واحدة تنسى السي واحدة ثانية واحدة بس ما عليش ااسف جدا يعني دي بس كانت وقفت شويان فمن التسبيت يعني فنكمل معلش المسألة تانية مع بعض كنا اتفقنا ان احنا بتساوي وعوضنا وقلنا ان الكي دي كان فيها غلطة برضو اه الكي اقوال ام على سي تمام الكي اقوال ام على سي فمن يجي نعوضها هنا عشان نحط الكيب بتاعتنا ونطير الامات سوا سوا تمام فالاكسليريشن بتاعتها كانت ساوي جي ماينوس كي في عملنا انتجريشن للناحيتين وطلع عندنا سابت التكامل ده طبعا انا عايز اجيب سابت التكامل بتاع ساعة عشان تجيب سابت التكامل انت اصلا هو قال لك اه هو بيقول لك وده تساقط فكان قبل ما تنزل خلص كان تي بزيرو وكان في بزيرو اما تي اقوال زيرو تمام اما تي اقوال زيرو والفي اقوال زيرو فسي واحد اقوال نيجاتيف وان افور كي لن جي فهتبقى نيجاتيف وان افور كي لن جي ماينوس كي في اقوال تي ماينوس وان افور كي لن جي اما توديني الناحية التانية وتخليهم مع بعض في نفس الكلام تبقى واحد عالكي لن جي ماينوس لن جي ماينوس كي في طبعا دي كده مع بعض تمام لو ضربنا في نودي الناحية التانية ولن جي ناقص الكلام ده كله فبدل حاجة ناقص نقدر نقسمه مع بعض فهتبقى لن جي تمام عالى جي ماينوس كي في اقوال كي تي لو دي لن مش هنقدر اقول ان دي تبقى اي بور الكلام ده عشان اللن يتير اه تعالى نجيب ورقة كمان اخر حاجة وصلنا لها في الورقة اللي فاتت لن جي على جي ماينوس كي اقوال كي تي تمام مش اقوال اي كي تي مش هنقدر اشيل اللن وحطي اي بور الكلام ده اه يعني جي اوفر جي ماينوس كي في اقوال اي توزا بور كي تي اي توزا بور كي تي طب اي رأيك اه نشقل بالكلام ده نعمل ونحط هنا تمام يعني ايه يعني نخلي جي ماينوس كي في على جي اي توزا بور كي تي عادي اممتش اي حاجة غيرت لقبت في اشارت الكوسكول كان واحد خليتو بور نيجاتيف اي واحد تمام طب عظيم يبقى جي ماينوس كي في ايكوال جي اي توزا بور كي تي عشان اخلي بس الجي تقدر تدرب تحت فتبقى ايه اسهل شوية جميل لو انا ما جفص لفي هتبقى جي ماينوس جي اي توزا بور كي تي ويقع تنسى ان انت هتقسي معك تمام ودينا وعملنا وزبطنا الدنيا خالص ودينا دي ودينا دي يبقى دي الفي بتاعت ساعتك وهو اصلا كان بيقولك اه انا عايز ادرس حلقات الماضي فانا جبت كام ايه كي اقدر اعمل كمان مرة عشان تبقى دي اه اكس واحد على كي بالنسبة لطبعا دي تي تمام لو بالنسبة لدي تي فتبقى دي جي تي ماينوس دي اي عادية فاقسم على واحد على كي يعني هتبقى بلاس نقسم على نيجاتي في كي فهتبقى بلاس ايوان بس انا عندي اصلا السابت بتاعي اه عندي ان الاكس بصفر واتي بصفر فما يكون دي بصفر فاتي بصفر فاتي بصفر تمام هتبقى ان واحد على كي صفر بلاس تسعة على كي ماشي بلاس تي تنين فهتبقى سي اتنين ايقوال نيجاتيف ناين اوفر كي سكوير فاذا الاكس بتاعتي واحد على كي جي تي بلاس جي اوفر كي اي تسعبور نيجاتيف كي تي ماينوس جي على كي وانا كده درست حركات المطر بتاعتي بالنسبة لمسألة الجميلة دي ممكن هي اصعب مسألة كانت موجودة وعدت الا ورقة طارت الحمد لله طيب في مسألة كمان مسألة مهمة برضو بيقول لي مسألة دي رقم مسألة رقم 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 معلش يعني انتم مشرفيننا في البيت تمام فيعني انتم اخواتنا بصراحة يعني وربنا معكم ومعنا ان شاء الله تمام بقى فونكشن في اكس برضو اشتغل بنفس البروف وبروف موجود في الكتاب والبروف موجود في الورقة تمام فاحنا كده كده ده بروف ومثبوط قاعد جدا 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 زي ما تكلمنا اما هشتغل بالقلون بتاعي اللي هو في دي في باي دي اكس في دي في باي دي اكس هو ده اصلا اللي هشتغل بي تمام طيب جميل اول طيب ما تيجي نشوف مسألة تعال نشوف مسألة تتحرك نقطة مادية في خط مستقيم وفي اتجاه نقطة سابتة على طول خط مستقيم تحت تأثير قوة تتناسب عكسيا مع مكعب بعد مع مكعب بعد النقطة المادية فاذا بدأت النقطة المادية حركتها من سكون والمسامة وجود تمام فيه ساة تاتة وعشرين وموجود قساك انا بس عايز افهم هو المسال ده بيتحدث عن اين امسك نقطة نقطة وزي ما اتفقنا وزي ما اشتغلنا من اول الكلام عليها ان انا اول حاجة احدد شروط التدائي واحدد القانون ده بيقول ايه? او احدد الكلام ده بيقول ايه? لو انا عندي نقطة عند ال او ازي النقطة بيقول لك النقطة بتتحرك في اتجاه النقطة او فانا كده عندي النقطة دي بتتأثر عليها قوة اف فالاف دي ماس في اكسليريشن جميل? الاف دي ماس في اكسليريشن صح? دي حاجة ده قانون القوة بيقول لك القوة تتناسب تتناسب عكسيا تتناسب عكسيا ما انا سميها مثلا بيتا ده ثابت التناسب على اه تتناسب عكسيا مع مكعب بعد النقطة عن او بعد النقطة عن او في نيجاتف ازي هو عشان هو اصلا بيعني رايح في اتجاه الاو احنا متفقين انها هتبقى نيجاتف ففي نيجاتف على مكعب البعد اللي هو هتبقى باور كام باور سري وكذا كذا طب ايه رأيك? ايه رأيك? ان انا اقول ان الكي هتساوي بيتا على ام عشان اقدر اشتيل الام زي ما عملنا حركة المرة اللي فاتت فالفورس لو هي ماس في اكسليريشن فقدر اقول ان الاكسليريشن هو نيجاتف كي على اكس بار سري اعملت ايه? ولا اي حاجة حطيت الفورس ومكانها دي وشلت البيتا وحطيت كيف ام وطيارت الام مع الام يبقى لك ان الاكسليريشن بتساوي نيجاتف كي على اكس بار سري ان اصلا الاكسليريشن هي احنا متفقين اما تكون اكسليريشن ومدهالي في شكل مسافة وده اصلا كان اخر شكل من الاشكال اللي عندنا اكسليريشن من الدهالي في مسافة تمام? العجلة دلق في مسافة فخلاص الاكسليريشن بدل دلق في مسافة فاقدر اقول لها حركة ان بتساوي نيجاتف كي اوفر اكس كام باور سري عظيم يبقى نيجاتف كي اوفر اكس باور سري لو خدت انتجريشن للناحيتين لو خدت انتجريشن للناحيتين وديت طبعا الدي اكس النحية تانية زودة بار واحدة قسمة بار الجديد فتبقى تمام? زودة باور واحدة قسمة بار الجديد هتبقى هقسم على نيجاتف تو فتبقى نيجاتف زودة باور واحد طبعا اكس باور اه كي على اكس باور سري هي عبارة عن زودة على واحد تبقى نيجاتف تو وقسم عن نيجاتف تو فالنيجاتف بتاع حضورتك هيطير تمام? النيجاتف بتاع حضورتك ايه هيطير فهيبقى لك اكس باور نيجاتف كام تو بلاس سي واحد دي هتروح مع دي هيبقى لك هنا طبعا في كي فهيبقى لك كي اوور اكس سكوير بلاس سي واحد ايه هي الشروط الابتدائية بيقولك ان الشروط الابتدائية كانت ايه لو بدأت النقطة المادية حراكتها من سكون من سكون يعني كانت الفي بصفر بيقولك كانت تبعد بعد اسمه بعد ايه كانت تبعد بعد اسمه ايه فبذل تبعد البعد ايه يعمي سميه حاجة تانية عشان ما نتلخبطش ما بين الايه والاكسلوريشن هنقول بيبعد البعد زد فكانت الاكس بزد تمام كانت الاكس بزد عشان بس ايه منعا للاخبار فما دي الشروط الابتدائية فما دي بصفر ودي بزد سكوير تمام فهتبقى سي واحد بنيجاتف كي على زد سكوير زد سكوير فتبقى الفي سكوير كي على اكس سكوير ماينس كي على زد سكوير لو خدت سكوير روت وخدت الكي كومنفاكتور بره بالروت تمام فهتبقى بوزوتف اور نيجاتف سكوير روت للكي ويعمل توحيب مقامات يبقى اكس سكوير زد سكوير ماشي زد سكوير ماينس اكس سكوير تمام ده كده ايه طب الاشارة هخليها يا الله طب الاشارة هخليها سالب ولا موجب الاشارة هخليها موجب لان هي ماشية ناحية اتجاه الاو فالاشارة بتاعت ساعتك هي آسف سالب الاشارة بتاعت ساعتك هتبقى سالب طي سالب ماشي زد سكوير مينس اكس سكوير على اكس سكوير زد سكوير. اوكي. طيب كده انا جبت في والاشارة زي ما انت في ايه مسال ايه? اجيب الاكس بقى تمام? اجيب الاكس دي اكس باي دي تي روت اكس روت زد سكوير مينس اكس سكوير على اكس سكوير زد سكوير. ممكن اوزع الروت. كمان? واخد الناحيتين. عظيم. انا كده محتاج ان انا اود دي اكس دي هناك واخلي الوحدها اصلا. تمام? فانتا هتقول لي ايه? هتقول لي كده. ان دي اكس على دي تي اكوال نيجاتي روت اكس. لو وزعنا الروت فهيبقى روت زد سكوير مقس اكس سكوير وتحت اكس زد. وتحت ايه? اكس زد. اوكي? ايه رائق? فحركة لذيذة شوية. بنضرب دي تي. ونودي ده كله الناحية التانية وانشأ ليبه يعني نقسم عدد ده كله. فهيبقى ايه? اكس زد. على روت زد سكوير مينس اكس سكوير. وفي ايه? الاشورة بتاعي. هتساوي روت طبعا. ده روت كي. ده روت كي. تمام? نيجاتي. روت كي دي تي. وهنا في دي اكس. لو اشتغلنا عادي خالص. تمام? لو اشتغلنا عادي خالص. لازم ان دي بتاعها احنا هنشتغل فالدريفتف بتاعها هيبقى نيجاتيف تو اكس. الناحية اللي برا. تمام? فانت اضرب في اتنين على الاتنين. اضرب في الاتنين على الاتنين عشان يكون دريفتف اللي تحت ايه فوق. تمام? فهدي تبقى ايه? واخد الزد معاه. فضربنا على الاتنين على الاتنين في الاتنين يبقى زد على الاتنين ويتبقى لي نيجاتيف تو اكس. اسمنا على الاتنين برة وضربنا في اتنين بتديني ايه? بتديني ايه? ايه سكوير? زيت سكوير? مينس اكس سكوير? والباور هاذ? ايكويل? زود على باور واحد اسمه على باور الجديد ده باور هاذ? زود عليه واحد. يبقى آسف ده باور آه نيجاتيب هاذ ويقسم عليه الجديد هيبقى آآ سوري 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 ده اصلا روت كي سابت فهيبقى والسالب اصلا راحت هناك فهيبقى الكلام ده بتاع حضرتك ان روت كي بس بلس سي اتنين مسلا. تمام? ده انا كده جبنا الانتجريشن نحية التانية. طيب اعمل بقى هنا خلاص زود على باور واحد يبقى هنا زد على الاتنين. نيجاتيب. اه تو اكس دي بتاعها برا خلاص يبقى زود على واحد واسمه على باور الجديد. زد سكوير مينس اكس سكوير والباور هاذ على هاذ. روت اكس اه روت كي بلس سي تو. تمام? هاذ تروح مع الاتنين يبقى لي بني زد. تمام? طبعا الانتجريشن خلاص. تمام? يبقى لي زد سكوير مينس اكس سكوير والباور هاف اكوال روت كي. اه تين بلس سي واحد. اما حضرتك بيقول لك ان الاكس بتساوي زد. والتي بتساوي صفر. تمام? ازا بالتعويض تلاقي ان يسي واحد اصلا بيكان بصفر. تمام? فمسي واحد بصفر. تبقى زد. تبقى اه 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 اه. زد في زد سكوير مينس اكس سكوير والباور هاف روت كي تي. فتصبح تي زد على روت كي في روت اللي هو زد سكوير مينس اكس سكوير. ولو عايز تي اما تكون الاكس اكوال زيرو. اما تكون تي عند الاكس بزيرو. فدي بزيرو. يبقى لي روت زد فتبقى زد على روت كي. هو ده اما يكون الطايم بتاعت حضرتك. انا وجدت الزمن اللي بتستخرجه. اه بتستخرجه النقطة المادية في حركتها حتى تصل عند النقطة بتاعت او. تمام? هنا انا دي ما تبقى بصفر. روت الزد سكوير. اه بزد زد في زد سكوير. تبقى زد سكوير على الاتنين هو اصلا قالك. اما توصل للنقطة او. يعني اما تكون بصفر. هو ده ايه? اما تكون بتتحرك نقطة مادية في خط المستقيم في اتجاه نقطة سابتة على محور او. تمام? دي كده كانت مسألة مهمة جدا جدا جدا. في مسألة كمان. كان بتحرك اه يعني المسألة دي مسلا بتتحرك اه سيارة على خط المستقيم بسرعة ابتدائية. وبعجلة تتغير المسافة مع الكلام ده كله برضو هتشتخب بنفس الطريقة. وبنفس الكلام. التركة كلها هنا فحلها والورق موجود طبعا. اه ولو اه اي حد مش فاهم طبعا يبعتلي عشان بس الوقت. اه وقت الفيديو يعني ما يتوالش. اه ان احنا هنستخدم القانون العام. زائد ناقص على مسألة موجودة صفحة رقم صفحة رقم سبعة وعشرين. تمام? مسألة بسيطة جدا جدا جدا. ما فاش اي حاجة. برضو هو جاب لك معادلة الاي? تحولها لدي في في دي في باي دي اكس عادي واشتغل بانتجريشن. وهو اصلا ميديك الانشيال كونديشن تعود. هتيوصل للنقطة دي. بقت معادلة. تشتغل عليها بقانون العام. يطلع الاسبات اللي هو عايزه. يطلع الاسبات اللي هو عايزه. كده انا قدرت اوصل معاكم النقطة بتاعة الشابتر ده. او يعني نص الشابتر ده. كده خلص خلاص. تمام? هنزبط لكم ان شاء الله برضو اه حل المسائل اللي بعد شابتر وبردو هتلقى في حل جزء منها والحل الاخر هينزل برضو في بعد يومين. تمام? كده الحمد لله خلص. اه اي مسائل اه اي اسئلة اللي بعته لنا في آآ على اكاونت بتاعي محمود حسن على الفيسبوك. وطبعا كل الدفع معها رقمي اي سؤال انا موجود وبتواصل مع الناس كلها على طول. اه ان شاء الله نكون قدرنا نوصل الشابتر بصورة بسيطة بصورة سهلة بصورة يسيرة على كل الطلوة. اه ان شاء الله انتظرونا في باقي المنهج اه مع اي اي اس حلوان برانش. تمام? وان شاء الله هتلاقوا في اخر الفيديو مسألتين اه اتسلوا فيهم كده وبعتولي الحل بتاعهم اه على على الكمنتات اللي على اليوتيوب على الفيديو او برضو على اه على الفيسبوك او على ان شاء الله على الواتساب وانا هرد عليكم ولو حد عنده اي تشاور في الحل اه نتشاور وما فيش اي مشكلة. ان شاء الله المسألتين هتلاقون في نهاية الفيديو. شكرا جدا جدا ليكم على حسن الاستماع وحسن المتابعة. كان معكم محمود حسن من اي اي اس حلوان برانش. اه ان شاء الله اه نكون وصلنا النقطة كاملة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة